حل مشكلة اختفاء القصة او لستوري في الفيسبوك ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو للنهائي السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور يا ريت قبل ما نبدأ فيديو النهاردة تعمل اللايك للفيديو ده والقول ما تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة تعليقات كتير جدا عن اخفاء القصة او لستوري في الفيسبوك تعليقات كتير جدا جات لي ان مش موجود عندهم القصة اختفط القصة في الفيسبوك والمسنزر هنحل المشكلة دي طيب هنعمل اه احنا بنلغي التحديث يعني بنلغي تزبيت الفيسبوك وبنرجع نحمله تاني طيب المشكلة دي لو ما اتحالتش معاي هعمل اه بنلغي برضو الفيسبوك وبنرجع نحمله من على جوجل ك 에�ارو الكروم تكتب على جوجل كروم اخر اصدار او اخر التحديث ليه الفيسبوك وبتحمله طيب رجع التاني المشكلة مش موجود هنعمل بقى حل اخر بنفتح كده الفيسبوك مع بعض ونبدأ نهز الموبايل هزة كده سريعة لما بتهز الموبايل هزة سريعة بيجي لك الابلاغ عن مشكلة فنية ببدأ اضغط عن الابلاغ عن مشكلة باضغط عليها كده هنا جاري انشاء تقرير بيبدأ بقى يجهز التقرير بتاعي فانا هنتظر لحد ما يفتح معي الصفحة فتح معي الصفحة دي كده هنا بقول لي تضمين في البلاغ ببدأ ان انا اضغط عليه وهنا بقى جايب لي كده طبعا ده هو خدهولي من الشاشة الرئيسية لان انا بقول له اخفق قصة والشاشة الرئيسية فيها القصة طيب هو دلوقتي انا موجودة عند القصة فانا مش هبعت الرسالة انت هتبعتها لانها هتكون اختفت عندك او الجزء اللي انت اختفت عنده المشكلة يعني شوف بقى المسنجر انت بتعمل القصة منين بتحمل القصة منين على المسنجر او على الفيسبوك بتروح للمكان اللي انت بتحملها منه تهز الموبايل هزة بسيطة وهزة سريعة كده هي حاجة بسيطة كده بس سريعة بقى وبيقول لك بقى صف المشكلة وبتبقى موجودة هنا بدون ايه القصة او الستوري ببدأ ان انا اعمل بقى المشكلة بتاعتي اقولها فوق هنا طبعا انا هكتب لهم السلام عليكم يوجد عندي مشكلة اختفاء القصة في الفيسبوك ارجو حل المشكلة في اسرع وقت وشكرا وببدأ اضغط على علامة الارسال دي اضغط عليها هيروح لهم هيحلوا في خلال اربعة وعشرين ساعة وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يا ربي فيديو النهاردة يكون عجبكم ياريت تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته